اشتركوا في القناة مملكة البحرين تواصل مسيرة الارتقاء بشباب المملكة والعالم من خلال توفير جميع المقومات اللازبان للنهوض بدورهم في مسيرة تنمية الأوطان وهو ما ينعكس بدوره على تحقيق الإنجازات المتتالية على الأصعيدات كافة ولأنهم هم محور التنمية يحظى الشباب برعاية واهتمام مباشر من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لكل ما يتعلق بشؤونهم فتأتي جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تجسيدا لإيمان جلالته بأهمية الدور القيادي لشباب العالم في ترسيخ دعائم التنمية والتقدم نحو بناء المستقبل المزدهر لأوطانهم وتنفيذ لتوجيهات العاهل المعظم في توفير المناخ الملائم أمام الشباب تحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام بهم ورعايتهم وتنمية مهاراتهم وتضمين أولويات الشباب في برامج عمل الحكومة والمواقع الحكومية لاستثمار طاقاتهم لمواصلة تطوير العمل الحكومي واعتزازا بدور الشباب البحريني واحتفاءا بإنجازاتهم يتم الاحتفال في الخامس والعشرين من مارس من كل عام بيوم الشباب البحريني وذلك عرفانا وتقديرا لعطاءات وإبداعات شباب الوطن كما تم إطلاق اسم شارع الشباب البحريني على شارع المنطقة التعليمية تقديرا لعملهم الدؤوب في تطوير مهاراتهم من أجل بناء المستقبل الزاهر لوطنهم وقد أثمر النهج البحريني في استثمار وتمكين الشباب عن إطلاق العديد من المبادرات الرائدة التي شكلت انطلاقة كبيرة نحو دعم المشاريع والمبادرات الشبابية ومنها صندوق الأمل الذي تم تدشينه بمرسوم ملكي في عام 2020 إلى جانب إقامة الفعاليات الهادفة إلى تمكين الشباب البحريني والارتقاء بهم على كافة المستويات ومن بينها فعالية مدينة الشباب 2030 التي انطلقت مؤخرا كما اهتمت مملكة البحرين بقيادة العاهل المعظم بقضايا الشباب على مستوى العالم ويأتي في هذا الإطار إطلاق جائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي لدعم المشروعات الشبابية واكتشاف المبداعين الشباب من داخل البحرين وخارجها كما تم إطلاق عدد من المبادرات النوعية برعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لتحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار لدى شباب المعمورة إن مملكة البحرين وهي تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للشباب تحت شعار المهارات الخضراء للشباب نحو عالم مستدام استطاعت أن تقدم للعالم نموذجا رائدا في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في عملية التنمية المستدامة من خلال جهودها المتواصلة لتنمية تروتها البشرية وبناء أجيال شابة قادرة على العطاء والإنجاز على الأصعدات كافة اشتركوا في القناة